ماذا الآن توافق واشنطن روسيا في مسعاها من أجل دعم النظام السوري من أجل تقديم الحماية حتى له من جلسات المسائلة الأممية يعني هي طريقة متدرجة أو تدريجية لفضل الاشتباك ولخروج الولايات المتحدة الأمريكية من هذا المسعى الفاشل للتغيير في سوريا يعني بمقارنة بسيطة عندما قام الأمريكان بدعم الإرهابيين في أفغانستان ما كان يطلق عليه السايكلون بروغرام حاولوا اليوم أيضا في سوريا أن يعيدوا الأمر بما يطلق عليه التيمبر سيكامور البرنامج خشب الجميز لاستخدام القاعدة واستخدام باقي تنظيمات الإرهابية ضد سوريا ولكن الاختلاف الذي لم يستطيعوا أن يدركوه أنه في حالة أفغانستان كان الروس هم قوة احتلال أما في سوريا فهم تحركوا وحركوا الإرهابيين ضد أهل البلد وضد دولة وحكومة منبثقة عن هذا الشعب وبالتالي فشل الأمر لأنهم لم يكنوا يحاربون عبر دعم الإرهابيين قوة خارجية بل كانوا يحاربون أهل البلد والشعب البلد والحقيقة يعني أنهم بشكل أو بآخر كان هناك فيما يتعلق باستخبارات العسكرية الأمريكية والCIA مسؤولية مباشرة عن دعم المجموعات الإرهابية وطبعا هذه المقاربة بدأت بالانحسار منذ مصرع السفير الأمريكي في ليبيا هنا بدأ النهج اسمح لي يا دكتور أسامة لكننا لا نتحدث الآن عن أزمة استمرت شهرين سنتين خمس سنوات نتحدث عن أكثر من عشر سنوات رأينا في العشر سنوات مثلا أربعة مبعوثين أمميين كوفي عناني الأخضر الإبراهيم استفان ديمستورا وأخيرا جير بيدرسن كل هذه التقارير للمبعوثين الأربعة ما هو مصيرها يعني بشكل أو بآخر الأمر الواقع سوف يفرض نفسه فيما بعد فشلت المقاربة الأمريكية لمحاولة تغيير النظام عن طريق الإرهاب هذه المقاربة الحرب بالوكالي فشلت وبالتالي هذه الجهود التي حاولت صرف الجهد الإرهابي في الإطار السياسي وفي الإطار الأممي يجب أن يعاد تصميمها وأن يعاد إنتاجها بشكل تلائم الأمر الواقع الجديد يعني اليوم هناك اختلافات واضحة في ميدان المعركة هناك اختلافات في المقاربة ما كان يتم الحديث عنه سابقا وكأنه تحرك للشعوب العربية أصبح واضحا أنه من إنتاج الاستخبارات الأمريكية وخاصة إدارة أوباما وبالتحديد هيلاري كلينتون المسؤولة عن هذا الأمر وهذا ما صرح به ترامب وغير ترامب فلذلك اليوم بدأ واضحا أن هذه الموجة برمتها تراجعت هي بصدد الفشل وبالتالي أصبح من الضروري تغيير المقاربات يعني ما يطلق عليه الفروزين كونفليكت الصراع المجمد هي المقاربة التي قال البعض أن روسيا تعتمدها في سوريا هذا الصراع عندما يتحول إلى صراع مجمد فهو تدريجيا يعني لغير مصلحة المتدخلين الخارجيين يعني لغير مصلحة هنا الغرب والمتحدة الأمريكية كلما طال أمد الصراع فالقوى المتدخلة الخارجية والقوى التي نستخدم هذا المصطلح يعني بكل تحفظ القوى الاستعمارية أيضا القادمة تبدأ بأن تفطي زخم الهجوم على دولة التي تستهدفها وتبدأ بالتراجع عن هذا الأمر وجدنا هذا الأمر في العديد من الحالات منها الحالة العراقية منها الحالة الفيتنامية ترجمة نانسي قنقر